أهلا بكم تأمل قداسة البابا فرانسيس في حديثه الأسبوع في صلاة الطلب حيث علمنا يسوع أن نقيم مع الله علاقة ثقة بنوية فلا يوجد أمامنا سوى مخرج واحد وهو الصلاة التي تفتح ثغرات نور في الظلمة فالله قريب منا ويسمعنا حين نصلي وأضاف قداسته أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنطلو صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسته الباب البركة الرسولية وخاصة الأطفال والمسنين والمرضى والمتألمين إليكم ملخص التعليم المسيحي لكداست البابا فرانسيس تأمل كداست البابا اليوم في صلاة الطلب قال علم يسوع تلاميذه صلاة أبانا وعلمنا أن نقيم مع الله علاقة ثقة بنوية فنوجه إليه جميع طلباتنا نصلي من أجل أن يتم ملكوت الله وتتم ما شئته فينا ونصلي من أجل أبسط الأمور من أجل خبزنا اليومي نعتقد أحيانا أننا لسنا بحاجة إلى أي شيء وأننا نكتفي بما لدينا لكن سرعان ما يتلاشى هذا الوهم فكلنا اختبرنا في وقت ما حزن والوحدة والمحنة في هذه الحالة لا يوجد أمامنا سوى مخرج واحد وهو الصلاة أن نقول يا رب سعدني لأن الصلاة تفتح ثغرات نور في الظلمة وقال كداسته لسنا الوحيدين الذين نصلي في هذا الكون فالخليقة جمعاء تصلي أيضا قال التورتليانس الكاتب الروماني كل مخلوق يصلي الحيوانات تصلي وتثني ركوبها عندما تخرج من الإستبلاط أو الأوكار ترفع رأسها إلى السماء وتصرخ بحسب طبيعتها وعندما تحلق الطيور في السماء تنشر أجنحتها وتغرد شيئا يشبه الصلاة لذلك يجب أن لا نتشكك إذا شعرنا بالحاجة إلى الصلاة وأن نصلي دائما ليس فقط عند الحاجة بل في كل الأوقات إن الله يسمع دائما صراخ الذين يدعونه حتى الموت يرتجف عندما يصلي المسيحي لأنه يعلم أن كل من يصلي لديه حليفون أقوى منه إنه الرب يسوع القائم من بين الاموات والآن تحياتو البابا باللغة الإطالية ليبناء الشرق الناطقين لغة العربية صراخ الذين يسمعنا بالحاجة إلى الناس من الأقوى من الناس صراخ الذين يدعون لنا من الأقوى من الناس وأن الناس يسمعنا باللغة الإطالية الله قريب منا ويسمعنا حين نصلي وكلما صلينا بعمق نقترب من نور وجهي ليبارككم رب جميعا وليحمكم دائما من كل شر